اشتركوا في القناة والالوان التحفل لقدامنا تابعوا معايا الفيديو للاخر ويلا نبدأ مع بعض ونشوف المقادير المقادير اللي أنا مستخدمها النهاردة مستخدمة فيها الميزان علشان تبقى مظبوطة معايا عندي 200 جرام من السمنة السمنة طبعا وزناها وحطاها في التلاجة علشان تبرد وعندي كمان 100 جرام من النشا وعندي 100 جرام سكر بودر يفضل انه يبقى ناعم جدا ونخلقه اكتر من مرة ولو انت اشترتيه من مرة مطحون برضو بيديك نتيجة كويسة جدا وكمان عندي 300 جرام من الدقيق وعليهم معلقة صغيرة من البيكنج بودر وعندي البطين كاملين وفانيليا طبعا علشان البيل عندي معلقة من الكاكاو الخام الغير محلة وعندي الالوان اللي احنا شايفينها الالوان طبعا دي الوان جل اللي بنستخدمها في تزيين الترط والجدوهات بتختاري الالوان اللي انت حباها ما بتقيديش نفسك بلون معين يلا نشوف هنشتغل مع بعض ازاي عند المضرب بتاعي زي ما احنا شايفين جدا هو دلوقتي اول حاجة هعملها هبدأ انزل بالسمنة اللي عندي يفضل السمنة تبقى كمان جامدة اكتر من كده شوية لان طبعا انا خرقتها على ما زبطت المكان للتصوير وكده بدأت ان هي تفك لان الجو سفن جدا فطبعا علشان التصوير مش مشكلة عادي بس لو هي كمان جامدة عن كده شوية هتديكي برضو نتيجة افضل بشغل المضرب بتاعي على السمنة ودلوقتي هبدأ ان انا انزل عليه بالسكر البوضر دايما انا عايز اقولك على معلومة قاعدة تحطيها في دماغي اي حاجة هتعمليها بيبقى من ضمن مكوناتها سمنة وسكر او زبدة وسكر بتبداي طبعا في البداية بالسمنة والسكر مع بعض او الزبدة والسكر ببدأ انزل كده هوات بالسكر البوضر على السمنة بنزل عليه بالتدريجة عشان ما يعفرش ويبهدل معي الدنيا او لو نزلت بيه مرة واحدة يفضل ان انت تقليبيه الاول قبل ما تشغلي المضرب بتاعك هفضل اضرب في الخليط بتاعي لحد ما حصل على قوان كريمي وبتحاول ان انت من وقت للتاني تقليبي الجوانب بتاعة العجان علشان تتأكدي ان الخليط بتاعك امتزل دلوقتي هبدأ انزل بالبيض اللي عندي عندي بطين كاملين زي ما شايفين احنا الخليط شبهم ما يعتبر ما وصلش للقوام اللي انا عايزها علشان كنت استامنا مفروض ان انا ابردها اكتر من كده شوية دلوقتي انزلت زي ما احنا شايفين كده هوات بالبطين واول ما بتنزلي بالبيض لازم تنزلي عليه بالفانيليا عندي كمان ورقتين من الفانيليا لو مش موجود عندك الفانيليا دي وعندك فانيليا سيلة بتحطي معلقة صغيرة من الفانيليا السيلة وبنفضل كده هو نضرب الخليط مع بعض لحد ما نحس ان القوام بدأ ان هو يتجانس ويمتزل كويس جدا مع بعضه كده الخليط بتاع السمنة والسكر اصبح جاهز دلوقتي هبدأ ان انا اخلط المكونات الجافة مع بعض هحط المعلاقة من البيكينج بودر على الدي ايه وكمان هبدأ انزل عليهم بالنشا النشا وهبدأ انزل عليهم برشة صغيرة من الملح وهفضل ان انا اقلب المكونات كده هوت الجافة مع بعض بقلب المكونات الجافة زي ما احنا شايفي كده هوت مع بعض وهبدأ انزل بيهم على الخليط بتاع السمنة والسكر بتنزلي بيهم مرة واحدة ما تخفيش لان الميادير مظبوطة جدا ومظبوطة بالميزان فما تبقاش قلقانة دلوقتي هبدأ ان انا اقلب المكونات كلها على بعض هحاول ان انا معجلش اي باسكوتات يا جماعة ما بنعجلش فيها فترة طويلة علشان ما تعملش عارق وتبدأ ان هي تنشف مننا فدلوقتي هبدأ ان انا اقلب كده هوت الاول زي ما احنا شايفين بالمعلقة وبعدين هبدأ ألم العجينة بيدي بقلب فيها تقليب كده هوت مش عجن بالشكل اللي احنا شايفينه لحد ما حس ان المكونات كلها اختلطت ومتازجت كويس جدا مع بعض زي ما احنا شايفين العجينة قدامنا بالشكل ده قوامها جميل جدا وقوامها ممتاز شايفين القوام بتاعها هيت بالوقت برضو عشان الجو زي ما انا قلت ان الجو حر جدا يفضل ان انت تدخليها التلاجة تمسك نفسها يعني يا دوب ثواني هبدأ ان انا أقسم العجينة بالشكل اللي احنا شايفينه دوت وهبدأ ان انا أضيف عليها الالوان قدت جزء من العجينة وحطيت عليه كده هوت معلقة من الكاكاو الخام الاسباني اللي هو الكاكاو بتاع الحلويات الكاكاو الغير محلة وهبدأ ان انا اخلط كده هوت العجينة بتاعتي كويس جدا مع الكاكاو وده شكل العجينة بعد ما ضفت عليها معلقة الكاكاو دلوقتي برضو باخد جزء تاني كده هوت من العجينة بتبدأ ان انت تضيف عليه لون تاني من الالوان الالوان دي لكل اختيار يعني لو انت عايزة تعمليه ابيض فانيليا بدون اي اضافات براحتك عايزة تعمليه نص وابيض نص وكاكاو برضو براحتك الالوان تختار اللون اللي يعجبك واللون اللي نسبك وبرضو درجة اللون بتختاريها على حاسة ما انت حابة يعني لو انت عايزة اللون افتح بتحطي نقطة بسيطة جدا من اللون لا لو انت عايزة تاخدي لون مركز بتزودي من كمية اللون اللي انت حطاه على العجينة بعمل طبعا الخطوة دي في كل العجين اللي عندي هقسم العجين اللي عندي تقريبا على اربع الوان او خمس الوان على حاسة يعني هسيب منهم جزء عبيض وهبدأ ان انا اضيف الالوان بالشكل اللي احنا شايفينها كده هوت قدامنا اخدت كده هوت اللون الاول اللي انتو شايفينه قدامي اخدت اللون المو دلوقتي برضو هبدأ ان انا اضيف لون تاني على العجينة بتاعتي وهبدأ ان انا اقلب التقليب بيبقى بخفة ما بتقلبيش جامد ما بتعجينيش جامد علشان العجينة بتاعتك ما تعمل شعر زي ما احنا شايفين كده هوت خلطت كل الالوان اللي عندي عملت اربع الوان عملت اللون اخضر عملت اللون ازرع عملت اللون موفو عملت كمية اللون احمر دلوقتي هبدأ ان انا اقطع العجينة بتاعتي عندي استجام اللي انا هستخدمها الصاج اللي انا هستخدمه طبعا مش مدهون لان العجينة بتاعتي فيها كمية سمنة كافية وببدأ ان انا اخد جزء صغير جدا من العجينة يعني بيبقى حجم صغير تقريبا في حجم البلية الصغيرة على فكرة النوع ده من البسكور تبقى حجم العجينة بتاعتك صغيرة كل ما تبقى النتيجة بتاعتك افضل وببدأ ان انا اخد كدهوات اجزاء صغير جدا وببدأ ان انا اقوارها بالشكل اللي احنا شايفينه تشكيله سهل جدا ما فوش اي مشكلة هبدأ ان انا اشكل كل الاشكال اللي عندي بالشكل اللي احنا شايفينه كده وبتحطيه طبعا في الصاج بتخلي مسافة كافية بين كل واحدة والتانية لان يعني هو ممكن يبقى يفرش بس دلوقتي هنشوف ان هو مش هيفرش معنا بازن الله وان هو زي ما هيدخل الفرن هيخرج منها بس طبعا انت دايما بتبقى اعمل قيادك ان انت بتخلي مسافة بين كل واحدة والتانية حطيت كده هو اقطعت اول لون اللي هو اللون الفانيليا دلوقتي هبدأ ان انا اقطع اللون الاحمر شايفين اللون الاحمر الجميل ده التركيز ده انا وصلت له حطيت نقطتين من اللون الاحمر وكمان حطيت عليهم نقطة من اللون الفوشيا اداني اللون ده على فكرة العجينة بتاعتي بقيت العجينة انا احطاها في الخلاجة بالشكل اللي احنا شايفينه قطعت كل الالوان اللي عندي شايفين التركيز في الالوان اللون الازرق ده اللون جميل جدا هبدأ ان انا ادخل العجينة بتاعتي على الفورن على درجة حرارة 140 او 150 لمدة تقريبا تلت ساعة لحد ما تبدأ ان هي تستيو معايا العجينة بتاعتي يفضل ان هي متاخدش لون يعني على قد ما اقدر هحاول ان انا احافظ على اللون بتاعي العجينة اه ودوت هيبان معايا طبعا في البسكوت اللي انا عملاها بالفاناليا وده شكل الانكشار بتاعي بعد ما استوى وخرجته من الفورن شايفين زي ما انا قلتك ده هوت مش واخد مني لون خالص ومستيو كويس جدا دلوقتي هبدأ ان انا ازين الانكشار بتاعي التزيين طبعا بيرجعلك على حسب ما انت حبه انا هنا مستخدمة فرماسيل ومستخدمة كمان جوز هند وعندي هنا هوت مربة المربة دي انا حطا لها معلقة صغيرة او نص معلقة صغيرة من المياه علشان احاولها للخليط اللي احنا شايفينه قدامنا تبقى سايلا ومفهاش اي تكتلات واسهل طريقة للتزيين انا بستخدم الكيس اللي هو بتاع السبوع ببدأ ان انا كده هوت اجيب الكيس وهبدأ ان انا انزل عندي بالمربة ببدأ ان انا اعبي المربة بتاعتي كده هوت في الكيس اللي احنا شايفينه دي بتبقى اسهل طريقة واسرع طريقة عند الاجتزيين وبقص فتحة صغيرة جدا في بداية الكيس كده هوت من قدام ودلوقتي هبدأ ان انا ألزق الانكشار مع بعض باخد كده هوت واحدة وحط عليها جزء من المربة وبلزق عليها التانية بالشكل ده وهبدأ ان انا انزلها في سواء مكسرات على حسب ما انت حابة مجروشة او زي ما احنا شايفين قدامنا جوز هند او فارماسيه التزيين بيرجعلك عايزت برضو تستخدم شوكولتات بتدوبيها على حمام مائي وبرضو تستخدميها طبعا في ما بتيجيت لزق الانكشار بتاخد كل اتنين مع بعض لهم بعض ولو انت برضو عايز تغييري يعني عمتا بقولي ان هو دايما ما فيش قاعدة بس انا كده هوت زي ما احنا شايفين باخد كل اتنين لهم بعض بابدأ ان انا لزقهم مع بعض بالمربة وابدأ ان انا انزلهم زي ما احنا شايفين قدامنا في الفارماسيل او منزلهم في جزء الهند شايفين الشكل بتاعهم جميل جدا طبعا الالوان زي ما احنا شايفينها جميلة مقدرها العجينة بتاعتي برضو مزبوطة العجينة زي ما دخلت الفرن زي ما خرجت ولا شققت ولا فرشت في الفرن ولا اي حاجة ولا كمان اخدت اللون يعني لشان دخلت على درجة حرارة مزبوطة واخدت السيوة بتاعها المزبوط طبعا بتعملي كده هوت انا بحب ان انا بس اوريكم من كل لون واحدة شايفين اللون اللي هو معمول بالكاكاو ده بيبقى كمان اللون وكمان الكاكاو بيبقى مديره طعم جميل جدا بلزق كده هوت كل البسكوتات اللي عندي وببدأ انزل بيها في الفارماسيل انا بوريكي واحدة واحدة ولكن انت في البيت بتشتغلي بتبداي ان انت تلزقي كل البسكوتات اللي عندك بشكل دوت بالمربع وبتنزلي مرة واحدة بيهم في الفارماسيل بيبقى طبعا أسرع ليكي لازم تتعلمي أن انت تبقي سريعة بتوفري في الوقت وبتوفري كمان في المجهود شايفين الأشكال بصراحة تحفى جدا جدا عجبني جدا اللون الزهري ده الشكل النهائي للانكشاير بتاعي شايفين الأشكال جميلة جدا والألوان تحفى جدا كمان المأدير مظبوطة شايفين دخل الفرن زي ما خرج من الفرن النتيجة جميلة جدا يعني بصراحة نتيجة زي اللي احنا بيشتريها من بره بالعكس دي حاجة عاملها في البيت عاملها بيديكي ضمنها ضمن نظفتها ضمن المكونات اللي فيها وفي نفس الوقت بتوفري على نفسك كتير جدا الأسعار بره مبالغ فيها ونفس النتيجة وكمان ممكن تبقى أحلى دي كانت وصفة النهاردة لو لكم أي استفسارات حطتوها لي في الكومنتات هسدوكم إن شاء الله المأدير بتاعت اللانكشاير عندي تحت كده هوت في صندوق الوصف اللي مش عارف صندوق الوصف يا جماعة بيبقى فيه سهم صغير تحت الفيديو بيتدوس عليه بيفتح لك المأدير هسيب لكم المأدير بالجرام زي ما أنا عملتها وهحاول إن أنا برضو أسيبها لكم بالكوباية للناس اللي مش موجود عندها ميزان بس بجد أنا بقول يا ريت نشتري ميزان لأنه بيزبط جدا معك في المأدير بتاعت الحلويات وهو مش غالي خالص خالص على فكرة فدي كانت وصفة النهاردة أتمنى أن تتجربوها ولو أعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملولي اشتراك في القناة وعملولي لايك وشير وإلى اللقاء في فيديوهات تانية إن شاء الله